بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحقيقة نحن في الجلسة الماضية كنا قد أعلننا عن استجواب معالي وزيرة الشؤون أنا والأخوة أحمد اسبيقي وخالد العتيبي وتم التنسيق بين الأخوة الآن وبناء على استقالة الحكومة يعني استجوابنا هذا هو جاهز ومن أكثر من محور وكما قلنا لكن ليس هناك مدعاة في تقديمة في هذا الوقت رغبة في تلطيف الأجواء مع الحكومة ورغبة يعني في يعني لعل وعسى تدخل الحكومة بروح التعاون معنا في التشكيل الجديد وتبعد عناصر الأزمة في ملفنا هذا خاصة يعني لذلك يعني آثرنا إن عادت الوزيرة فاستجوابنا جاهز وهذا هو نقوله من محاور يعني ثقيلة من الوزن الثقيل جدا يعني جاهز كتبناه وعستاف فني يعني كل عضو كان عنده خمسة إلى ست أشخاص يعني يكتبون هذا الاستجواب وأنظرنا فيه وقت طويل في كتابته بشكل احترافي وبشكل متقن نأمل كنواب أن ندخل في روح المبادرة الجديدة وفي روح التعاون مع الحكومة في التشكيل القادم ونطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء يعني القادم أن يأتي في تشكيل متناغم حتى يعني يكون هناك روح تعاون بيننا وبين الحكومة بشكل عام لخدمة هذا البلد أنا أرد وأقول وأكرر استجوابنا هذا هو جاهز في محاور ثقيلة الوزن أنا اتفقت مع الأخوة في هذا الصدد يعني نحن نأجل التقديمة لأنه ما لا محل الآن على إن ردت وزيرة الشؤون فهي باختصار إن عدتم عدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته